استادات الوطنية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام وقعت شركة استادات الوطنية الاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية برئاسة المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة شركة ساتي كلاب وقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام تهدف شركة استادات الوطنية بما لديها من خبرات وكفاءات في مجال اكتشاف ورعاية المواهب من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد هذا الدور الوصول إلى دور رعاية الأيتام بجميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك الاكتشاف المواهب ورعايتها رياضيا واجتماعيا وثقافيا وتتطلع شركة استادات الوطنية من خلال التعاون مع الوزارة الاكتشاف ورعاية المواهب في دور الأيتام في كافة الأنشطة الرياضية مستغلة في ذلك الأندية والاستادات التابعة للشركة في كافة المحافظات بهدف إفراز عناصر منطقة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وفي شتى المجالات الثقافية والفنية باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية المختلفة بصفة عامة من صميم أهداف وغايات شركة استادات الوطنية زي ما حضراتكم شايفين سيد المهندس سيف الوزير رئيس مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية الحقيقة دائما ما بيكونوا طبعا مع الدكتور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحقيقة والكل الحقيقة كان يهدف إلى شيء واحد وغرض واحد فقط وهو لعاية الأيتام وتكوين قاعدة من الأبطال الرياضيين ويكون متواجد فيهم الأيتام برضو ليه لا؟ ليه لا؟ هل هم نقصين مثلا حاجة؟ لا هم ناس زينا زيهم بالزبط لشان كده شركة استادات نظرت أو بتنظر إلى هذا الأمر من كل النواحي ناحية الرياضية بما لها من تواجد كبير خصوصا شركة سيت كلاب ورئيس مجلس صدرات العميد محمد مرجان بما لها في تواجد كبير في كل محافظات مصر الحقيقة 14 أو 15 فرع متواجدين في كل محافظات مصر